ها قم تحديد الى استوماك اوها السلخة من دموان سلم اضم بالسطوماك اه اول نقطة اساسية اوك او الارج بارت من دموان سلم اضم بالسطوماك بينما تكملية عملية حض في البروتيوم سيصبح بالسطوماك هاي اهان نقطة التموك هو عباره عن كيس سكلاك هذا سكلاك سيتم احتوي على دموان الى غاستطرق شنوه جووس الbrotein digestion من النزام اللي راح يسوين نزام اسمي البيفسين الشي اسمي النزام اسمي البيفسين الكــPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYPYP qui سوف يسوي كل ميكرو أرغانيزم وين الي موجوده بالفود زي nos...'zi nos aji هذه هي الاسدك 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 المو بس رح تكتل الميكرو ارغانيزم لا انما رح شنو رح تتعاون ويهة البيبسين حتى شنو حتى تهضم البروتين حتى شكون لها دور بالكاتبولزم والبروتين والفود chemical digestion is facilitated by the churning because by the churning of the specific he talks about when running action Chemical Digestion is facilitated by the churning action, caused by contraction and relaxation of the smooth muscle ماذا قصة هذه الحكاية ؟ قصة ان هذه التورنق اكشن هي قاعدة تصير عن طريق التورنقشن والرلاكسيشن ماذا فايدة التورنق اكشن ؟ انه يسوي فاصليتات الملكميكال ديجسشن كميكال ديجسشن يصير داخل المعده تمام تمام بعدين اشي يقول لك انه الديجسشن الفوض يعني انها ممكن لا رح نعم عم يتحضمه مكاملة بارشل ديجسشن والقاسرك جوز هذين اثنان ما رح يتحدن رح يتحدن حتى يتحدن حتى يتحدن من هنا الكيم هاي الكيم which meansśmy الكيم هي عبارة عن digressed food مثل ديجسشود فاةسي نصي تصل عدي نقاط اساسية هاي نظري النقاط بساسية ش مو سير عمل بالسطامADE فالسطامك Weatherizers المسطماك الانيزام الانزام الذي حيكون خوزي اللي费 هو من هو؟ إنزام بيبسين. بعد. الأسدك المعضة. المعدة هي الطبيعة هي بياء حامضية. شنو فادت هاي بياء الحامضية؟ أولا تختل الميكرو أرغانيزم. ثانيا ثانيا ثانيا. أنه هي راح تتحد ويامل أو راح تتعاون ويامل. تعاون ويالبيبسين حتى شنو حتى يهضمون البروتين. اوكي اوكي. الكميكال ديجسشن. شبيب is facilitated by the churning action of the stomach. شنو churning action of the stomach? هي contractions and relaxation with smooth muscles اللي موجودة في السماء. اوكي. يعني contraction and relaxation with smooth muscles واليستومك شنو هي هي. هي the churning action. البرشل دجسشن. والقاسرك الجوز راح يسوه راح يسوه عنه كيم. زين الكيم. زين. القاسرك ايبتينج اوكارز من تين تو ساكس اوارز افتر اي ميل. زين. الفكرة شنو uh. الامتينو ما الميل ما الملغاسترك. يعني يعني ما عنده تكون فارغة. شوكتي تكون فارغة. تكون فارغة بعد ساعتين سس ساعات افتر ميل يعني بعد واجبة مالتك ادوار الساعتين سس ساعات هتكون معتك فارغة تمام تمام كميات صغيرة تنفرز من الكيم وين للسمو انتستين بالوقت يعني كميات صغيرة مو يعني كل الكيم رح تنفرز وتروح للسمو انتستين لا بعد ذلك يقولي اللي يتحكم بحركة الكيم من الستومك للسمو انتستين رح يكون منه هي هورمون استومك ديستيناشن بعد شنو والمسكولار رفلكسي المسكولار رفلكس إما رح تأثر او إما رح يأثرون دني رح يأثرون على البايلوريك سفنكتر شنو هي البايلوريك؟ هاي منطقة هاي اسمها البايلوريك شنو هي البايلوريك السفنكتر هي منطقة اللي تربط ما بين الستومك وما بين الدينو اللي هي الفالف الموجودة تمام تمام ممتازة الستومك لينيك استعمال ببسين اشتمل ببسين لان ببسين رح ينفرز في شكل غير اكتف ثاني نقطة اصلا انا قدت بالبيدال قدت انو الميكوزة هي شيء تكون طبقة ثيك عكس السيروسة حتكون ثينا فالثيك من ميوكس الليينك تي بروتكت الاندرلينك تيشو هو رح يحميه يعني عمي تكون هي طبقة ثيك تمام شوان تكون طبقة ثيك انه هتكون انه هتكون شي اسمه الليينك بالميوكس ميوكس فها تخليه طبقة ثيك هتخليه طبقة محميه تمام تمام زين وش يقولي بيبسين بيبسين is released in an active form and the stomach has the thick mucos lining that protect the underlying tissue هاي هاي فكرة اساسية يعني اش قلت لكم وقت اي ها اذا تذكرون فشغلة مهمة الميوكس او الميكوزش تفرزيني قلنا تفرزيني ال digestive enzyme بل تفرزيني الميوكس اوك فهاي من تفرز الميوكس فهي تغطيها كل في بين انه هي طبقة ثيك تمام تمام but the stomach lining is unaffected by بيبسين and the acidity because بيبسين is released in an active form and the stomach has a thick mucos lining that protects the underlying tissue نجوح الشوارع ونجوح الشوارع ونجوح الشوارع نحن 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 small intestine small intestine ماذا يقولك انه كم موز from the stomach to the small intestine اوكي هسا هنا شونا هاي الكيم اللي صارت وانه صارت كم اللي صارت بالشسمة بالشسمة وصلت ال small intestine ب small intestine شو رح يصر عندي ب small intestine شو يقولك قبل ما ا علاird travelled لك فالشغلة مهمة انه ترة العين الذي يصر به complete digestion للبروتيون و进 London والكفافة ونه هو small intestine اترоч ordina أه fifth وين بدأت عملية الا لديها simple腻 لديها وين بدأت عملية دعves لا ركبت لا نحن نقول قلنا مو احنا قال ال Virum هو هاي الفاس هو Declaration اللي موجودة او chamado الاصل الموجوده بالتانك هو اللي راح يضم الفات فبداية عملية هضم الفات وان راح تكون راح تكون بالورة الكافيتي تمام بدايك الهضم مايو بروتي وان راح يكون راح يكون بالستامك اوكي زين الكاربوهدريت اللي هي مثلا ستارت وان راح تكون اي عليكو مايقول لكم اي اذ مايعرف خلوها اي جاى دور مايمركزي ويشان شو يقول لك وراها والله يا شواب ركزو رحمي وديكم ركزو The small intestine is a long tube like organ with a highly folded surface containing finger like a projection called the blood يعني شنوه شوف هسه هاي الصورة شوفون هاده التركيب الانبوبه هو هاده small intestine تمام تمام هذا small intestine اللي هو شنوه اللي هو عباره عن شنوه عباره عن long tube organ with highly folded surface اوكي لاحظوا ان السيرفيس ماتش يكون يكون فولده تمام تمام هاي هاي الفولد السيرفيس راح يحتوى راح يحتوى على finger like projection لاحظوها هاي هاي finger like projection هاي هاي finger like projection هاي finger like projection شي اسمها اسمها بلاي هاي البلاي نفسها شبيهها راح تحتوي بنهايتها على الماكرو بلاي اوكي اللي هنه هذنه تمام زين فهذا small intestine is a long tube like organ with a highly folded surface containing finger like projection شي اسمها هاي finger like projection اسمها فولده هاي فولده بالتوب ماليتها شكوا بالتوب ماليتها موجود مايكروسكوبكيك روجيكشن اللي هي مايكرو فولده المايكرو فولده والفولده هنقول هي فولده صورة عامة اوكي اوكي الها وضيفة معين فبس راح تتبش نوضيفة تحيه تمام شي يقول لك هنا يقول لك انه ابثيريال cells this structure absorb the nutrients from the digested food and release them to the bloodstream on the other side اوكي زين معناها شنوه انه ابثيريال الابثيريال cells الموجودة بهاي structures اللي حنا نتنحشى عليها اللي هي بمايكرو بالله وذني اوكي شا عاي سوي راح تمتص الفود وشي سوي وتودي وين تودي للبلسطرين وين on the other side هاي الفولده والماكرو فولده شبيهي راح تزيد للسيرفيس اريا يعني مساحه سطحيه يعني كأنما هو مثلا مثل شو ما زيد مساحه سطحيه يعني هي قطعة ارض ميت متره انا شا سوي اجي ابني بيه بناء عشر طوابق في مصر ميت متره جدي الصير مية في عشره حصره اليف لان كل طابق قاعد تبني مية كل طابق قاعد تبني مية نفسي حق نفسي فكرة هنا انو انا من اقول ده سيرفيس اريا of the small intestine and increase absorption efficiency of the neutrin انو كأنما ازيد مساحه سطحيه يعني مثلا هي يوجد مساحه نص متره انا ده سوي عشر متره شون عن طريق هاي التراكيب اليمني اللي هي الفولاي وماكرو بالله نفسي وقت انا ازيد الكفاة من الabsorption اللي ده سير عندي تمام تمام شو يقول لك وراها the human small intestine رح يكون 26 متر long and divide into three parts ثلاثة بارتات نقاسية الى Deuterium, Deuterium, Illium okay Deuterium اللي احنا قلنا علي اللي وشنه اللي هو هاده هاي منطقة هاي منطقة Deuterium the peptideium is separated from the stomach by the blyuric sphenecta furاي ح compañ how can you put the antim like a sphenecta Oh five farted um is breaking different from the stomach by the asphenecta the chem is mixed with the bincaratic juice and alkaline solution rich in bicarbohedra يفتح بالستومك فالشيء اسمه بنكرياتيك جوز بنكرياتيك جوز شنو فايته هاده بنكرياتيك هو القاعده رح تجيك كم شنو اصلا تجيك من الستومك تكون هي اسيدتي فاني يعني الانتستين مرح تتحمل هي اصلا انتستين بيها قاعده ليش بيها قاعده ها بدي انتخذها ان شاء الله بشي يقول لك انو ديدينام is sprayeded from the stomach by polyurex phoenecter الكيم is mixed with the بنكرياتيك جوز البنكرياتيك جوز هو اصلا قاعد يفرزون انفرز بالديدينام فبالتالي هو الكلان solution فانيش رح احتاج ارح احتاج انو انا اعادل الاسيدتي من الكيم اللي جايتني من الستومك اوك لان هي اصلا الكيم هي استومك هي حموطية فاني ما حاجزتها استفاد من عيدها فلانشي سو لازم اعادلها اوك شو انا اعادلها اطيها بنكرياتيك جوز ليش اطيها بنكرياتيك جوز لاني بنكرياتيك جوز هو alkaline solution بنكرياتيك جوز همين يتكون او شو رح يحتوي عفو رح يحتوي على several digestive enzymes that break down the starch, disaccharide, protein and pho تمام تمام البايل is produced in the liver und stored and constructed in the gold brother يعني عندك مادة البايل البايل من يفرزها الليفر بس وين هي تنخزين تنخزين بالغول برادة ماذا فايدة البايل ؟ ها سوف نشوفها اوه الشغلة هي تدخل الليفر عن طريقة راكت اسمه بايل داكت هاي البايل داكت شرح يسوي رح تفرز البايل البايل شرح يحتوي رح يحتوي على البايل سولت زين البايل سولت شرح يسوي رح يروح على الليبت يخلي هاي الليبت شنوه تكون accessible to the water soluble تستغل بس على المواد اللي هي الحقابلية على الووتر زين فهذا البايل هو رح يخلي الليبت انه هي يعني تتأثر بالووتر solubal enzyme تمام تمام بايل اكسسيبول to the water soluble enzymes اوكي بعدين شوفي وراها ان المونوسكرايت والامينوسكرايت والبايل سولت والبايتامين and other nutrients are absorbed by the cell of the intestinal line زين تمام هذا النحفل يعني حفل كمي ثامعة لخاف تجيه فراغ مثلا فراغ وفراغ وفراغ اوكي شو يقول لك وراها ال indigested foods is sent to the colon from the ileum by 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 brystalitic movement تمام ال ileum end on the large intestine begins at the ileusical valve فكرة شونا هزين اشعد ال indigested foods وطرح تروح لل large intestine اللي هو نفسي colon from the ileum اللي هو شنوه اللي هو اخر جزء بال small intestine تمام مزين اوكي عن طريق شنوه عن طريق brystalitic movement حركة اسمها brystalitic movement وحصلنا ساعة نحتي شنو هاي brystalitic movement ال ileum ال ileum وال large intestine اوكي begin at the ileusical level زين ليش هزين اقول لكم اللي عن اول part بال large intestine هو السيكم واخر part اخر part في small intestine من هو ال ileum فالفالف اللي حيكون ما بين small intestine وما بين large intestine رح يسمى على اسم اخر part من small intestine اللي هو ال ileum واول part من large intestine اللي هو السيكم فيش نسميه ileusical level اوكي زين شو يقول لك هنا ال abendix وانا حيكون موقعها هيكون موقعها located at the ileusical level هاي تبعى عليها مهمة شو ما ضيفة ال abendix يكون الها وضيفة minor rule in the immunity تبعى عليها مهمة هاي large intestine reabsorb the water from indigested food material and process the waste materials فخلي في بالي انه reabsorption من الواتر وان رح يصير جسم الانسان رح يصير بال large intestine فخلي في بالل large intestine شاهده رح يصير reabsorption the water from indigestible food material and the process the waste material the human large intestine is much smaller in length compared to the small intestine but the larger in diameter يعني هو بالحجم او بالطول خلي نقول هو اصغر من small intestine لكن بالديامتر بالعرض رح يكون اكبر من من small intestine large intestine لديه 3 part اللي هي seachum والcolon والrectum السيكم رح يربط الاليوم تودا colon هاي يعني واضح الاليوم هو اخر عضو بال small intestine من نحية جواره رح يجوار السيكم من نحية جواره فحيصير الفاصل ما بين والاليوم هو السيكم يعني واضحة يقول لك انه السيكم رح يربط الاليوم to the colon تمام and is the receiving pouch from the waste material عزين شو يقول لك وراها يقول لك وراها الكولون هو يعني انت عندك البكتيريا النافعة لا سامع بها داخل جسمي ينسى موقعها رح يكون موقعها بالانتستينال بالكولون شي سموه انتستينال اللي ساعب نفسك كولون رح ينقسم الى اربعة ليش يني ascending transverse descending ansic هو ابعد نقطة موجودة بالdigestive track وهو ال exit point النقطة الخارجية اللي عن طريقة تطلع waste material الانص نفسه يتحكم به two sphincter اللي هي inner sphincter اللي هي involuntary عند outer sphincter اللي هي voluntary فالانص من يتحكم به two sphincter اللي هي inner sphincter والouther sphincter اللي هي involuntary والouther sphincter منو هي involuntary تمام؟ تمام رح نجو راح نحطة عن المنو رح نجو راح نحطة عن ال accessory organs accessory organs the organ يعني دايقلك انو ال organ اللي احنا نقشناها فوق هي شنية هي الاجزاء اللي حيفود من عندها الطعام تمام؟ يعني food بصورة عامة رح حيفود من كل هاي الاماكن ال accessory organs On secretion, on secretion, on zinc enzymes that break down the food into the nutrients. هذا ليس هنا..... بيقول لك أنه يترى accessory organs هي اللي حتى تفرزني مثلا enzymes هي الحسدى مع عملية الهضم تمام يعني مثلا عندك عندي السيلفرقلان عندك الليبر, عندك البنكرياس, عندك القولة بلبل عندك مثلا السيلفرقلان، هو حتى يفرزينا الصلايفي الليبر راح يكون لنا البال البنكرياس راح يفرزني بنكريات الجوز القولة بلبلبل راح يفرزينا شينو مرح يفرزينا شيء لكن هو راح يخزن البال البيل اللي رح يحتوي على البيل صوت ومن يحتاج الانسان رح يجزل البيل عن طيقة البيل داكت اوكي السيكريش مع الليفر والبنكرياس والجول بلدر من حي يتحكم بها يتحكم بها الهرمون تمام هرمون ايشتون يعني هرمون باعتماد على ال food conceptions تمام تمام الليفر هو الالارجست انترنل ارغان انهيومن هاي مهمة ام سيكيو او صح والخطاء والفراغ تباعي الليفر هو اكبر انترنل ارهن الموجودس في الهبار و حص 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 enhancedandιجسب جوز إ specific يقول لك من يفرزي أو من يكوني الليبر شنو فائدته؟ فائدته إنه هو يحتاج حتى أدمر الفات اللي موجودة وين بالديدنا أيضا وبركدون الفات اللي موجودة بالديدنا The liver also processes that the absorbed vitamins and fatty acids and sensitizes many plasma protein دي يقول لك إنه حيصن على plasma protein حيصن اللي حي يمتصل في vitamins, fatty acids وغيرها The gallbladder منه هو small organ اللي يساعد الليبر by storing bile and concentrating bile salt إنه gallbladder هو شنو هو أصغر عضو حيساعد الليبر أو يساعد هو أصغر عضو خلني نقول إنه يساعد الليبر شنو إنه يخزن البال by concentrating bile salt زي هاي وظائفة فمن يقول لك small organ عرفوا إنه هو gallbladder الليبر شنو هو largest internal organ هي يساوي صنع البايو وبعد و digestive juice أوكي أوكي البنكرياتي الشبيه هيفرز لنا باي كاربونايت الباي كاربونايت الباي كاربونايت شبيهة رح يساوي نوتر اللاز إما الاسدك كم حيش قلنا؟ قلنا إنه إحنا نحتاج بنكرياتي الجوز لأني كم جايتنا هي من بياء حامضية وهي أصلا حامضية فبنكرياتي الجوز رح يكون شنو رح يكون Alkaline solution هذا Alkaline solution شرح سيو رح يعدل لكين تمام تمام فشيق لك البنكرياتي يكون باي كاربونايت that you neutralize the acid kim and a variety of four enzymes for the digestion of protein and carbohydrate تمام تمام واللي هنا تكون خصة المحاضرة السادسة شكرا لحظتم الاستماء نلقاكم في المحاضرة السابعة خصة المحاضرة السابعة